بس خبر مهم جدا بالنسبة لنا وهو تأهل المنتخب المصري لكورة اليد للدور التاني لكاس العالم الخبر الاهم عندنا هو عصام الطيار حارس المار ما النادي الاهلي عمل مباراة وراء الوع والاحسن من كده هو ابننا فلازم ندينه حقه في قناة النادي الاهلي عمل مباراة وتقلق وبفضل تقلق عصام الطيار منتخب مصري بيتعادل مع المجر الراجل عمل كل حاجة ابدع كل الخبراء اللعبة وكل الناس اجمعه انه هو يعني ليه مستقبل به يعني دي اول بطولة لبطولة العالم هو موجود فيها تقلق جدا وبشكل واضح كل مصر يعني يحط عليه امال كتيرة في المرحلة اللي جاية اللقطة الاحلى من كده علي زين لما اديه له هداية احسن احسن لعب علي زين برضو ابن النادي الاهلي هي دي روح النادي الاهلي هي دي ولادة النادي الاهلي مع منتخب مصري لكورة اليد بنشكل عصام الطيار عندنا جون كبير في النادي الاهلي ان شاء الله في المرحلة اللي جاية بيدعم فريق كورة اليد بوجوده ان شاء الله بإذن الله في البطولات القادمة عصام الطيار شكرا لك شكرا علي زين ودي دي روح وفنيلة النادي الاهلي وروح لعبة النادي الاهلي